ننتقل إلى القاهرة ينضم إلينا أستاذ محسن عادل عضو المنتدى بشركة بيونيرز لصناديق الاستثمار ليحدثنا عن تداولات السوق أهلا بك معنا أستاذ محسن مكاسب مستمرة يمكن للسوق هذه الجلسة الثالثة على التوالي لكن الارتفاعات برأيك إلى أي دا اليوم مرتبطة بحصول مصر على القرض والشريحة الثانية من البنك الدولي إلى أي مدى أعطى هذا الخبر نوع من الدعم للسوق أنا أفتكر أن الآن السوق كان مرتبط بشكل أساسي بعامل الداخلية استمرار قوة الدفع اللي موجودة خلال الفترة الماضية بشكل كبير هو اللي يمكن لازالة بيؤدي حتى هذه اللحظة إلى نوع من أنواعها الاندفاعية في عمليات شراء ولكن الشيء اللي كان ملاحظ النهاردة أن في عامل كتير كانت محتاجة أنها ينظر إليها في إطارها الكلي وليس في شكلها الجزئي هناك تفعب الفعل قوي على الجلسة يمكن العاشرة على التوالي على مواشر EGX30 ولكن المواشر EGX70 لازالة بيواجه نوع من أنواع الطباطو الشديد نتحدث اليوم عن حوالي عشرية النقطة الماوية فقط إدفاع عن المواشر EGX70 وده النهاردة ما أرجعه بشكل رئيسي هو التجاه الباعي من جانب متعميل أفراد المصريين اللي يمكن دلوقتي يبقى أهم اللي بيمثلوا قوة الشرائية الكبيرة اللي داخل السوق في المقابل مؤسسات المحلية المصرية مبيعتها ضعيفة إلى حد كبير وهناك التجاه الشراء اللي لازالة مستمرة من المسلمين الأجانب وده اللي يمكن يكون مربوط شوية بالشريحة الثانية من قرد البنك الدولي اللي تم الموافقة عليه وسابقا كانت تم الموافقة على الشريحة الثانية أيضا بالبنك التنمية الأفريقي وكلها أتت في إطار الدعم بالنسبة لإقتصاد المصري وده يمكن أمر بلازال بيحافظ المسلمين الأجانب على الاستمرار في التعامل داخل البورصة المصرية خاصة مع الإدفاعات الملحوظة بالنسبة لأسعار الدولار في السوق الرسمية خلال الفترة الحالية كذلك من الملاحظ تماما أن أحجام التدولات رغم الاتفاحة خلال الفترة الأخيرة ولكنها ليست في أعلى مستوياتها خلال جلسة اليوم وهذا أمر معناه ببساطة أن السيولة الجديدة أصبحت أكثر حظا في الدخول داخل السوق خاصة مع تجاوز مستويات المقاومة المستمرة خلال هذه الفترة وهذا أمر معناه ببساطة أن هناك نوع من أنواع عادة تقييم للمواقف بدأت تحدث ولكن النقطة الأكثر أهمية من وجهة نظر الشخصية لكل زكاتها حضرك في مكالمتنا قبل الحلقة هي المسألة المتعلقة بمؤشر EGX30 ولكن المقوم بالدولار وليس بالجني المصري هذا المؤشر كان منذ بداية موجة الصعود كان مؤشران سلبيا بمعنى أنه كان متراجع منذ بداية هذه الأزمة وحتى هذه اللحظة ولكن الآن ومع الموجة الصعودية القوية التي اتشاهدناها أول جلسة الرابي اللون الأخضر كان يوم أمس وكان بداية مباشرة واليوم كانت الجلسة الثانية المستمر فيها حجم مكالمتنا بداية السنة وصل تقريبا حتى الآن إلى مستويات تختار من الـ 2% في مقابل 75% صعودا على مؤشر EGX30 المقوم بالجني المصري وده معناه ببساطة أن قوة إعادة تقييم كانت هي المؤشر الرئيسي بالنسبة لحركة التدولات خلال الفترة الماضية نتيجة التغيير اللي حصل في أسعار الصرف فدفع بالمؤشرات إلى هذا الاتجاه اللي احنا شاهدناه خلال الفترة لكن رغم الارتفاعات نحن ما زلنا نشوف بعض الخطوات من السوق بإيقاف التدول على عديد من الأسهم يا أستاذ محسين يمكن نتعدينا موضوع بيلتون الآن واللغاء المتكرر على بيلتون اليوم نسمع عن جلوبل تيليكوم للجلسة الثانية على التوالي قبلها حديد عز أيضا جلستين متتاليتين يعني كيف يمكن أن نعالج أيضا موضوع إيقاف المتكرر لهذه الأسهم وخسارة المساهمين اللي عم يدخلوا بإتمام العمليات على التداول يوميا هو الاتجاه الجديد دلوقتي يبقى إلغاء عمليات طول اليوم ولكن إلغاء فقط العمليات التي بها بعض من شبهات التلاعب ولكن هذا الأمر محتاج النهاردة أنه يحسن بشكل أكثر قوة خلال الفترة اللي جاية لأن عمليات الإلغاء المتكررة رغم أنها هدفها رئيسي هو عدم إتمام أي عمليات بها شبهات للتلاعب ولكن أيضا محتاج أن يكون فيه صلة ثقة مختلفة خلال التويت الحالي أنا من وجهة نظر الشخصية محتاجين النهاردة أن نحن نحط هذا الإطار بشكل مختلف قليلا لو النهاردة عملنا تعديل تشريع ونحن النهاردة مقدمين بالفعل لتعديلات على قانون سوء المال إذا ما أضفنا إليها تعديلا جديدا يسمح بإيقاف معقدة لبعض الأكواد التي بيها شبهة للتلاعبات داخل السوق هذا الأمر قد يتيح إلينا لحين إتمام التحقيقات أو إحالتها للدعوة الجنائية أو الفصل فيها الدعوة الجنائية الموجودة هذا الأمر سوف يتيح بشكل أكبر أن يكون لدى إدارة البورصة وعلى عمل القابل مالية مرونة أكثر في أنها لا تقوم بإلغاء العمليات ولكن تقوم بإيقاف أكواد بالنسبة لبعض المتعاملين الذي يشتبه في إجراءهم بعض التلاعبات ويكون لديك مباريات منطقية لذلك هذا الأمر بالتأكيد سوف يكون واحدة من المحاور التي يجب أن تدرس خلال الفترة اللي جاية لأن هذا الأمر متبع في كل حتة في الدنيا نشوف ده في المملكة عبرية السعودية نشوف ده في الإمارات نشوف ده في برساطة الدنيا كلها أننا نقدر يوقف قود لعمين إذا كان هذا الرجل متأمن بتلاعب لكن النهاردة هناك كل القدرات أو كل الإمكانيات المتاحة وفقا للمادة 21 من القانون 95 هو أننا ألغي هذه العمليات بهذا الشكل وعادة ما بيكون لديك طرف آخر في هذه العملية قد لا يكون هو متلاعب وقد لا يكون له أي صلة بالعكس قد يكون طرف حسن النية وهذا الأمر محتاج النهاردة إعادة مراجعة فيه خاصة أن الإحالات الجنائية اللي بتتم لبعض من يشتبه في تلاعبهم بتؤدي فيها النهاية إلى نوع من أنواع الإطالة في الإجراءات التقادي وقد تصل إلى سنوات طويلة وقد تصل في النهاية إلى لا شيء فهذا الأمر محتاج فقط اتخاذ إجراءات إثنائية مؤقتة تجاه من يقوم بالعملية وليس السهم الذي تمت عليه العملية لضمان استقلاع حركة الدول الداخل أشكر وجودك معنا أستاذ محسين عادل لعضو المنتدب لشركة بيونيرز سنديق الاستثمار كنت معي مباشرة من القاهرة